السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داعية يتير جدلاً واسعاً بسبب موقفه من تشجيع لبؤة الأطلس إليكم التفاصيل أتار الداعية المغربي حمزة الخالدي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أكد أن كل من يشاهد مقابلة منذي الكرة القدم للسيدات المقام حالياً بأستراليا بحجة تشجيع المنتخب الوطني فهو آتم وشدد الداعية سالف الديكر عبر شرط قصير نشره على صفحته الفيسبوكية على أن النظر إلى عورة النساء محرم حتى لو كانت جحمومة هذا ما قاله الداعية المغربي حمزة الخالدي وخلق جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعيدها لسنة الثانية على التوالي وإلى أن يريت الله الأرض ومن عليها كل من شهد مباراة النساء بحجة التشجيع منتخب فهو آتم لأن النظر إلى عورات النساء محرم ولو كانت جحمومة لازل لفصلك الصندالة مشيراً إلى أنه لا يوجد عالماً مسلماً على وجه هذه الكرة الأرضية يقول بجواز لعب النساء كرة القدم بهذه الصورة الشانعة التي نراها وفق تعبيره وتراوحت ردود الأفعال التي جاءت بعد النشر الخالدي لهذا الفيديو بين مؤيد انسجاماً مع ورد في القرآن والسنة من أحكام تحرم على المرأة كشف عورتها وبينما نعتبر هذه الخرجة مجرد تخلف واستهلاك إعلامي الغرض منه إطارات الجدال مشيراً إلى أن الكل حر في اختياراته كما انتقد البعض الطريقة التي وصف بها الخالدي بعد اللاعبات اللواتي وصفهن بالجحمومات قبل أن يؤكد أن الدعوة إلى دين الله تكون بالموعدة الحسنة والخطاب الليين وليس بأسلوب فيه كثير من التجريح والسخرية من خلق الله هنا وصلت لنهاية الفيديو وكانت معكم قناة فاتي تشارني الفضلاً وليس أمراً لايك واشتراك وتفع الجرس بشوصلكم دائماً جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة